أنه ليس واجبا كانت تشكه رضي الله تعالى عنها في ذلك كذلك من السنن في الصلاة أنه إذا قال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد وهما واجبان يزيد ويقول ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثنائم والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو يقول حمدا كثيرا طيب ومباركا فيك كما جاء عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قال سمع الله من حمده قال أحد الصحابة ربنا ولك الحمد ثم قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى أول ما انتهت الصلاة التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال من قال منكم هذا الذكر قال الصحابي أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعة عشر ملك يبتدرونها أيهم يكتبها أولا يقول رأيت لي بضعة عشر ملك كلهم يتسابق يريد أن يكتبوا هذا الذكر فلا شك أن هذا الذكر له فضله فينبغي على العبد أن يشتغل به كذلك من السنن القولية في الصلاة أن يكثر المرء من تعظيم ربه عز وجل في الركوع ومن الدعاء في السجود كما قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فدعوا فقاملوا أي سجاب لكم وكم من عبد دعا في سجوده بدعاء فرفع الله تعالى عنه البلاء وكشف عنه الضراء بسبب هذا الدعاء في السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فالدعاء في السجود هو من سنن الصلاة القولية وفي الركوع يجوز أن يدعو لكن الأولى في الركوع أن يشتغل بتعظيم الله مثل مثلا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي خشعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي ومستقل به قدم إلى آخر من الأذكار أو مثلا سبحان ذي الملك والملكوت والعز والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت إلى آخر من الأذكار التي فيها نوع تعظيم لله جل وعلا هناك مواضع أخرى يجوز له فيها أيضا أن يدعو مثل مثلا بين السجدتين يجوز أن يدعو إذا قال ربي اغفر لي يجوز له أن يدعو بما شاء الله موفقني واهدني ورزي يجوز أن يدعو بما شاء كذلك في القيام من الركوع إذا قال سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد يجوز أن يدعو بما شاء طبعا متى ستحتاج إلى الدعاء بما تشاء أحيانا إذا أطال الإمام الجلسة بين السجدتين وانتهى الذكر الذي عندك فدعو إذا أطال الإمام أحيانا رفع بعد الركوع وانتهى الذكر الذي عندك فدعو لكن المقصود أن العبد يحرص على أن يقيم مثل هذه الصورة